الملك المعظم وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعدت الفريق الركن ذياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط الحرس الوطني نعم حيث رفع رئيس الحرس الوطني وضباط الحرس الوطني إلى المقام السامي أخلص التهاني وأصدق التبركات بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني والذي يصادف السابع من يناير من كل عام وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على دور سموه فيما وصل إليه هذا الصرح العسكري من كفاءة وتطوير وجاهزية رفيعة مثنيا حفظه الله على الجهود المخلصة التي يبذلها كافة منتسبي الحرس الوطني بكل اقتدار وشجاعة مؤكدا جلالته أن الحرس الوطني أصبح قوة مميزة للدفاع عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته الحضارية والتنموية كسند لقوة دفاع البحرين وعون لقوات الأمن العام وكلف جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه سمو رئيس الحرس الوطني بنقل تحياته وتهنيه لكافة رجال الحرس الوطني البواسل وتمنيته لهم بدوام توفيقه والسداد مشيدا جلالته رعاه الله بالتمرين العسكري المشترك البدر سبعة في نسخته السابعة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني والذي يأتي ضمن جهود رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وبهذه المناسبة قدم سمو رئيس الحرس الوطني هدية تذكارية لجلالة الملك المعظم وكتاب رؤية ملكية الذي يوثق الإنجازات والنهضة الشاملة التي تحققت في العهد الزاهري لجلالته من خلال رؤيته الحكيمة أيده الله وقد أعرب الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني عن عظيم الشكر وبلغ الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله على توجيهات جلالته السامية وعلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يلقاه الحرس الوطني ومنتسبوه من جلالته أيده الله